اهلا بكم فقرات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين واللي بيشوفونا دلوقتي في هذا الفيديو النهاردة هنتكلم عن توقعات لما يكفي غالي خاصة بدولة عربية كبيرة جدا وفي ناس كتير بتتكلم عن التوقعات اللي ممكن تكون لها لعام 2021 وخصوصا المرحلة اللي جاية الدولة اللي معنا النهاردة دولة سوريا دولة سوريا في 2021 من توقعات ما يكفي غالي انها جامعة الدول العربية وفي قرارات جريئة هتتخطى المراحل السابقة على سبيل المثال اعفاءات كبرى وفتح صفحة جديدة من ضمنها حرية التعبير وفي ايضا تغييرات كبرى على سبيل الحكومة وعلى الصعيد العسكري ورؤوس كبرى هتتضحرج في جميع الاختصاصات والحكومة المقبلة هتكون جواها فن ومعارضة وسياسة كلهم تحت كبة واحدة وسنرى فنانين بالخارج سيكونون بالحكم وفي الحكومة التي ستبصر النور في عام 2021 مجلس واحد ومال واحد وسياسة وعسكر كلهم معا وصدمات ايجابية جدا للشعب السوري صدمة للشعب السوري بغياب اكبر شخصية بيعتبر من اكبر اعمدة تضمر وايضا الجولان هو المحور الوحيد وبحير التبرية امام المفاوضات العالم يتفاجأ بالرئيس بشار الاسد باطلولة لم يعتاد عليها الشعب السوري اول مرة هيشوفه بطلة جديدة وحان وقت المواجهة الكبرى احد افراد عائلة عسكرية سياسية كبرى هيعتبر صمام امان المجتمع الدولي ويلعب دور سياسي وعسكري كبير امام مهام جديدة توكل اليه من داخل او خارج العائلة الملكة الرئيس السوري يتنحى ساعة ما يشاء وسوف يبقى في تفاهم تركي سعودي سوري مصري وايضا في تغيرات مبكرة عن موعدها داخل السلطة حيث ان الشخص المناسب في المكان المناسب اما عن ادلب فهتكون عنوان للصحافة العالمية وفيه سلاح قوي سنرى اول مرة في سوريا ولكن لا نعرف من سيستخدمه من الارهاب او الجيش السوري فيه سلاح للأسف هيتم استخدامه لاما من الجيش لاما من الارهاب الاقراض وبعد معاناة سيكونون حلف مع الجيش العربي اسرائيل تخسر اهم الطائرات ولكن اين وكيف لا يعرف امريكا واوروبا تحالف لاخراج ايران من سوريا ومن ثم تحالف مع ايران الاقتصاد السوري الى نهضة فيه معرض المعارض في سوريا ويكون من حيث المشاركة العربية والاموال اللي هتكون فيها مساعدات كبيرة لدولة سوريا القواعد الروسية في خطر كبير وفيه مطارات عسكرية تخص روسيا امام صدمات كبرى وقرارات كبرى هتتخذ من داخل الكريملين بشؤون او بشأن هذه المطارات بين الامس واليوم والغد عودة كبيرة للاجئين بالاخص من لبنان واوروبا لاعادة اعمار سوريا التجنيد الاكباري لكن مش هيكون عائق في المرحلة اللي جاية هيبقى فيه عفو كبير على العائدين من الخارج وسيكون هناك بدل للمدة او الخدمة المراد منها ولن يتخلى كثر عن خدمة الوطن الخسارة الفنية كبيرة على جميع الاسعادة الا ان فيه عمل فني يضاهي الحلم العربي باللحظة من اللحظات وسوريا لقد انتصرت في الاصل لكن في منطقة ادلب وبعض الارياف هنا تكمن المشكلة هزت وزلازل تؤثر على المنطقة وليس بجديد سوريا قائمة ولن تنكسر بمشهد من المشاهد سنرى الجيش السوري خارج اراضي وليس في مهمة سلمية دي كانت كل توقعات مايك فغالي عن دولة سوريا بكده نكون انتهينا ما تنسوش تبقوا معنا وتشتركوا وتنورونا وتفعلوا جرس التنبيهات علشان تتابعوا كل جديد بينزل في القناة وايضا في حاجة مهمة جدا عايز اقول لكم عليها لو عجبكم الفيديو ضغطوا لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس اشوفكم بخير ان شاء الله مع التوقعات لكل المتوقعين اشتركوا في القناة